أن هناك صحوة إسلامية وهناك تزاية عدد المسلمين في إيرتريا ما هي العوامل أو وسائل الدعوة التي أثرت على مثل هذا الشعب؟ نعم جزاء الله خير شيخنا دكتور بيان أشار إلى هذا في معرض كلامي الحقيقة الدعوة في إيرتريا دخلت بادي ذي بادي إن قلت لك على أيدي الصوفية لعلي يكون هذا شيء غريب وبالفعل الصوفية بطريقتهم الطريقة الختمية والأحمدية كان لهم الجهود الكبيرة حقيقة في إدخال الدعوة وإدخال كثير من الناس في الإسلام كان في زمن محدد؟ نعم في زمن يعني نحن لو قلنا الآن أن دعوة الشيخ عثمان المرغني المولود في سنة تقريبا 1200 في زرية وما بعدها دخل في سنة 1243 إيرتريا داعيا نعم شاء وقام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مناطق دنكالية ومصوّع وغيرها من مرتفعات ومخفضات ودخل على يديه الألاف من البشر ولكن على طريقته مع تحفظاتنا لبعض الأخطاء الشرعية يعني الدعوة بالطريقة الصوفية الطريقة الصوفية نعم ولكن كان إخراجهم من الكفر المحض اعتبر خطوة جيد إلى الإسلام نعم كذلك أيضا كان للدعوة طريقة الأحمدية الطريقة الأحمدية كذلك كان لها جهود في هذا المجال وأدخلها في إيرتريا رجل اسمه جعفر بن سعيد حسين النادي نعم هذا كان في تقريبا هو كان مولود في 1302 يقول أنه في فترة ما بين 1350 فما بعدها ثم يصل الله سبحانه وتعالى لمنهج أهل السنة والجماعة الدخول في إيرتريا عبر المهاجرين من أرض الحجاز ومن أرض اليمن بمنهج أهل السنة والجماعة من التجار والعلماء وغيرهم بعد ذلك بكم عام تقريبا كانت في تلك الفترة تقتل عن تقول من عام 1350 نعم كان لها أثر لجماعة أنصار السنة المحمدية بمنهج أهل السنة والجماعة هؤلاء لازال هناك أثار للتصوف التصوف حاليا ضعيف جدا والله الحمد الدعوة السلفية والدعوة أهل السنة والجماعة وعودة خرجين كما ذكر الشيخ بيان يعني خلني أنا أسلسل لك الأمور بعد أن خرجت جاءت دعوة أهل السنة والجماعة من خلال أنصار السنة المحمدية بنوا أبناء إريتريا معاهد بدأوا يبنؤون معاهد فبنية المعاهد أنا سأفصلها إن شاء الله تعرف في بصدقات بنية المعاهد والمدارس وخرجت هذه المعاهد والمدارس خرجت طلبة علم من ظن عمة أظفارهم وهم بفضل الله يرضعون المنهج منهج أهل السنة والجماعة ثم ازداد هذا نور على نور حينما جاءوا ودخلوا خاصة في جامعات المملكة العربية السعودية وجامعات دول الخليج فأخذوا حقيقة المعتقد السليم وكانوا قديما بعض مشايقنا قد درسوا في جامعات أخرى أيضا في الجملة حقيقة طيبة إلا أنه كانوا يعتقدون بمعتقد الأشاعر كان هذا موجود فبدأت في قلال هذه السنوات ودعوة هؤلاء الشباب لأبائهم بدأت دعوة السوفية تتلاشى شيئا فشيئا وتضعف الآن أصبحت موجودة في كبار السن فقط وشعائرها محصورة في إقامة الحوليات من المزارات المحرمة التي فيها توسل بغير الله عز وجل وفيها ذبح بالمقابر كان عددهم حقيقة قليل لأنها لا تزال موجودة أيضا اعتقادهم النفع والضر في بعض الأولياء والصالحين كالشيخ أدم الكلاني والشيخ المزمل وعبد القادر الجيلاني وجود هذا المعتقد إلى أنه حقيقة في فئة قليلة في فئة قليلة وإلى الحمل منهز أنه الجماعة منتشرها الوسائل أنت سألتني عن الوسائل نعم الوسائل من أبرز الوسائل شيخ أبو أنس أبو أصيل من أبرز الوسائل العلماء الربانين الذين كانوا متواجدين وذلك أو خلنا نقول أنهم طلبت علم شامت المفتي رحمة الله عليه إبراهيم المختار والشيخ سعيد طيارة والشيخ ومؤسسين هذه المعاهد الكبرى يعني عندك مثلاً في معهد من المعاهد الكبرى في كرن كرن مدينة حقيقة كان لها نصيب الأسد من المعاهد وهذا يدل على اهتمام أهلها بالتعليم والعلم الشرعي وغيره فكرن فيه معهد الديني ويعتبره أكبر معهد ثم معهد عنسبة وقد بنته بناه البنك الإسلامي وفيه أكثر من ألف طالب وطالبة اللي يتجاوز ذلك وفيه معهد أصحاب اليمين معهد أصحاب اليمين هذا بناه الشيخ صالح بن حامد شباللة والد شيخنا الشيخ الدكتور جلال الدين حم الصالح وكذلك معهد السلف الصالح في حقات وعندك أيضا في أسمره المعهد الدين والمدرسة المتعلقة مدرسة الضياء وفيها أكثر من ألفين طالب وطالبة حاليا ما شاء الله فيها أكثر من ألفين طالب وطالبة مدرسة الضياء من أفضل المدارس على الإطلاق في إريتريا وفي مدينة أسمره بالذات هناك أيضا مدرسة الجالية كانت الجالية العربية ويبدو أنها في الأولى الأخيرة أغلقت هناك أيضا معاهد أغلقت كمعهد أغردات الذي أسسه الشيخ عبدالله أزوز ومعهد أيضا منصورة والذي أسسه الشيخ محمد إبراهيم شيدلي وكل هؤلاء الأمام حقيقة بدلوا جهدا يشكرون عليه جزام الله خير كذلك معهد الديني في قندع والمعهد الديني في مصوعة ما تكاد تمر على مدينة ذيبال في إريتريا إلا وفيها معهد أو مدرسة إن شاء الله تبا إلا فيها معهد أو مدرسة هذه المعاهد حقيقة كانت تعلم باللغة العربية وتعلم العلوم الشرعية والدينية ولا تزال وإن كان هناك عليها اليوم بعض القوانين إلا أنها لا تزال تعدل رسالتها كما ذكر الشيخ بيان من الوسائل أيضا الخلاوي القرآنية ومن الوسائل أيضا الإعلام الهادف